بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب ملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 161 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم لبرنامج من الفقه الإسلامي في أحكام النكاح قد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى باب الخلع فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله وذلك من حيث تعريفه وبيان أسبابه وبيان حكمه ودليله فأما تعريفه فهو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس لأن كل من الزوجين لباس للآخر كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وأما أسباب الخلع والمسوغات له فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ينتج عنه بناء أسرة وإن شاء جيل قال تعالى ومن رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج بحيث لم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده وساءت العشرة وتعسر العلاج فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان قال تعالى فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال تعالى وإن يتفرقى يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقي على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر ويحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها فلا حرج على الزوجة حينئذ أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض ولا حرج على الزوج من أخذ ذلك العوض وتخلية سبيلها وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه ففيه حل عادل للإثنين ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه وأما حكم الخلع فإنه يباح إذا توفر سببه الذي أسارت إليه الآية الكريمة وهو خوف الزوجين إذا بقي على النكاح ألا يقيما حدود الله وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال بقوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أواه الخمسة إلا النسائي قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير وإن كان الزوج لا يحبها ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه فإنه يكون بذلك ظالما لها ويحرم عليه أخذ العوض منها ولا يصح الخلع لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة عن الزنا ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها جاز له ذلك لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به فنهى تعالى عن ذلك ثم قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني الزنا فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها والدليل على جواز المخالعة عند حصول سببها المسوغي لها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فالآية التي أسلثنا تلاوتها وهي قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به وأما السنة ففي الصحيح أن امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه قالت يا رسول الله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب الشدة الموضلة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم فأمرها بردها وأمره بفراطها رواه البخاري وأما الإجماع فقد قال ابن عبدالبر رحمه الله لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقين طارا فلا تأخذوا منه شيئا ويشترط لصحة الخلع بذل عوضه ممن يصح تبرعه وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله وأن يكون بلفظ الخلع أما إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق معنيته فهو طلاق بائم لا يملك رجعتها لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثة أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر تطليقة بعده ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين